السلام عليكم أصلا حين وقعت عليه فكيف أشعر فيك إذا ضرتي ما درينا عن هو داركم لكني مثل هذا اللي قلبه ممتلأ حقد وحسد وغل أنا ما شفت الإعلام التافه اللي ما عنده سالفة وقضية لحسين عبد الغني يا أخي المصيبة هنه بلغ من العمرات هي 65 سنة ويطالب حسين عبد الغني اعتزل يا حسين واعتزل يا حسين يعني العالم كله الآن يقف احترام من حسين عبد الغني كل العالم يقف احتراما له على يعني أصبح ظاهرة عودة اللي سواه حسين عبد الغني الآن في الرياضة مش أي واحد يسويه في العالم كله ظاهرة يجب أن تدرس مثل أعلى في التحدي والصمود والعطاء والإصرار وهذا سبحان الله عودة حسين عبد الغني للمنتخب يمكن تضايق الله يكون في عنا لأن في شخصانية حاقد قلبه ممتلأ سواد والعياذ بالله يا أخي صف نيتك صف نيتك 65 سنة عند تستح على وجهك يا خي اعتزل انت طس انت شن الحقد هذا لما تقول حسين عبد الغني حطيتك على راسك لازم تحترم تاريخ هذا اللاعب هذا في هذا كوس عالم لعب مع النجوم وأساطير كرة الغدم انت منه والله أنا ما عرف اسمه بعد يعني منه انت تكلم على حسين عبد الغني بطريقة قاعد تضحك الناس ترى أنا والله قاعد أضحك عليك لأنه والله يعني الغل فيك أقول الله يعينه استغفر يا أخي استغفر ربك ما بقالك شي عيب عليك شن الحقد لا ما لقى سالفي يا جماعة حسين عبد الغني لكن بحادثة حسين معاذ يقول نعم وهو اليوم مظلوم لكن شدرين يمكن باتشرك وهو اللي يسيء وهو اللي يعتدي وهو شنال والله 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 بسجك يا رجل اتق الله في نفسك صفنيتك صفنيتك ايو والله يا الله حسين الخانك ليس صفنيتك وفارق يعني يعني تروح وتصفنيتك وتعتذر محسين عبد الغني لأن هذا التاريخ تحبه ما تحبه غصب عليك لازم تحترمه